السلام عليكم ورحمة الله معكم عباد وجدتكم فيديو جديد عن سيفينتد ليسينس جرام ديكوز خطايا السبعة أول شي بأعتذر منكم كثير على التأخير وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أول ننزل فيديوهات أكثر خلال المرات القادمة لأني هلأ شوي بس خف شغلي بقى إن شاء الله برجع بنزلكم فيديوهات أكثر وأكثر وأكثر بالمستعبل بقى قليلا نبلش اليوم بشرح التحديث اللي إجا أورادي وننسيت نازل عليه اللي هو الشخصية الجديدة اللي هي لوليتي لا شو كان نسمها مين هاي؟ إيستن طبعا الشخصية جدا شكله حلو وبصراحة الشي الوحيد اللي تعبانين عليه هو الشكل الشخصية يعني أي شي تاني غير الشكل الشخصية بصراحة جدا جدا عادي بس خير نحكي عليها ونشوف شو البانات تبعها أول شي طبعا البسيف البسيف تبعها شو بتعمل بتزود الهيومن آلايز بيسيك ستاس بي 7% يعني بتزود الهيومن اللي هو البشريين البسيف تابعهم اللي هو الأتاك الهيش بي والدفاع 7% على كل واحد انت قاتله يعني إذا انت مؤاتل حدا بالتيم ما راح يزيد البيسيك ستاس أبعك أبدا إذا انت بلشت تقتل أول واحد سبعة بعدين الثاني أربع طعش والثالث واحد وعشرين والأخير الرابع اللي ما في غيره إذا أتلته بزيد بصير 28 بس طبعا يعني انت فيك تقول المكسيموم إذا انت اللي ضدك أربع أشخاص فيك تقول بزيد 21 لأنه إذا أتلت الرابع خلاص اللعبة بقى محصفات شي من الزيادة طبعا المشكلة أنه هو مكتوب نبي في بي يعني مثل هاي السبيشال أخليها أنه وين ما كان أو من غير بي في بي كان أحسن لأنه هي عادية جدا بس هلا هي حلوة هاي يعني ليش لأنه بان ممكن تصير مع بان هيك كل ما له بان عم يصير أقوى وأقوى وأعتقد أعتقد مثل ما أنا أتوقعت أعتقد الفيستيفل القادم رح يكون ألتميت اسكنور أو ذا وان اسكنور اللي هو الألتميت اللي كله نار أعتقد هذا فيكن تقولوا جايبين هاي الشخصية بف زيادة لا اسكنور اللي رح يجيب المستعبل والحلو فيها له الشخصية أنه فيك تحطها وراه مو شرط لازم تكون قدام لحتى تتفعل البسيف تبعها فيك تحطها وراه وليش لأنه حتى من غير الأولى الشق التاني أو جزء التاني منها كمان كتير كتير حلو وأعتقد الشخصية الوحيدة اللي كان اللي هي من كينغ أوفايترز الشخصية الكينغ أوفايترز شو كان اسمها ديكال بنت اللي إذا حطيتها وراه خين أحكي على شو سو أنتم بتعرفوها اللي هي شو؟ إذا واحد بشري من تيمك قتل واحد من اللي ضده شو ما كان الجنسيته أو شو ما كان العرق تابعه رح تنقص هربين من كل التيم يعني إذا انت قتلت حدا من الفريق اللي ضدك وكان مثلا عنده اثنين شخصيتين بده نجيبه الألتيمت انت هيك رح تحزف له الألتيمت تابعه يعني اللي بيلعب ألتيمت رش بحط مثلا إليزابيث بحط اللي هو فراودرين هاي الشخصية رح تمنع هذا الشخص أنه يجيب ألتيمت بسرعة حتى لو قتلت الشخصية بالعكس كل ما قتلت الشخصية كل ما رح تنزل أرباته ساعته بحياته ما رح يقدر يجيب ألتيمت إذا انت عم ضلت يقتله حدا من شخصياته وهذا الشي جدا جميل هلا هذا الشي سيء ضد بان ومع بان عرفتو كيف ليش لأنه اللي مع بان مثلا إذا أنا حط إذا اللي ضدي حاطت إيستن وأنا عندي بان بدي جيب ألتيمت وأتلي مثلا خيان أقول أغلب الوقت بيقتله دائما أرثر أول واحد إذا مات أرثر رح تروح للألتي تبعي اللي أنا جايبه مثلا بان عرفتو كيف هذا الشي اللي سيء أو هذا الشي اللي هو مزعيش بهاي الشخصية الآن يجي لحركات حركاته فلد اللي هي كل ما كان اتش بيك فل اللي هو كل ما كان انت مناقس من اتش بيك شي كل ما بتعمل دامج أكتر والحركة الثانية اللي هي بتضرب الكل وبتسحب أربات أعتقد رح تكون لفل 1 بتشيل أرب واحدة لفل 2 بتشيل أربين ولفل ثلاثة بتشيل ثلاثة أربات أو ممكن يعملوها لفل واحد واثنين بتشيل أرب لا أعتقد هاي اللي هي لفل واحد ما بتسوي شي نفس ليليا ممكن لفل واحد ما بتسوي شي لفل اثنين ولفل ثلاثة بتشيل أرب بثلاث أربات عرفتو كيف خينا نشوف هون إذا فتحت معنا لأنه هي داتا بيس معت فتحت معي ما بارف ليش بقى إذا فتحت معنا هالمرة بنشوفها شكلها ما رح تفتح أوكي بقى هاي حركاتها الحركة الأولى اللي هي بتعملها نفس اسكنور دوان الحركة الثانية نفس ليليا الزرقة اللي هي بتشيل أرب من كل اللي ضدك أعتقد إذا كانت لفل اثنين ممكن إذا كانت لفل واحد ما بعرف صراحة بالضبط بس بنشوف وبنتأكد منها بعدين هلأ بنجي للحركة الألتميت تبعها الألتميت تبعها كمان بتعمل فلد اللي هو إذا كانت لفل واحد أعتقد نفس الألتميت تبع مين على هي بتعمل سنجل تارغت فلد بتبلش من خمسمية وستين واعتقد بتصير ألف بعدين ممكن توصل لألف إذا كانت سيكس سيكس ما بيكفي من كثير من الشخصيات اللي بالبانر شخصيات جدا عادية يعني على الأقل على الأقل على الأقل لو حطين إيستن سوريا لو حطين مثلا ثونار اللي جديدة لو حطين مثلا شخصية راغناروك اللي هي مثلا برينهيلد بالبانر ممكن الواحد يلكم يسحبوا عليها بس هدول الشخصيات وهي الشخصية بصراحة جدا عادية لدرجة أنه ما بعرف ليش الواحد ممكن يسحب عليها يعني أنا بالعادة بسحب ثلاثين جيم اللي هو مثلا مجرب ملتيتين أو ثلاثة بس حتى ملتيتين أو ثلاثة ما راح أعمل على البانر لأنه البانر كتير 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 عادية مو كتير عادية سيئة يعني ما في ولا شخصية من هدول بيستاهلوا الواحد يسحب عليهم الوحيد اللي بيستاهل من هون واحد يسحب عليه اللي هو غوثر وغوثر أريدي عطونا مجانا قبل فترة شهرين أو ثلاثة يعني ما بعتقد حدا ما عندي إلا إذا صلك مثلا شهر عم تلعب اللعبة أو شهرين عم تلعب اللعبة ومع هيك هلا حاليا غوثر بصراحة صار يعني مو ما له هالفائدة الكبيرة نفس قبل لأنه أغلب الناس ما عم تلعب بشخصية رانكب عرفتوا كيف هلا كله صار عم يلعب بصراحة شخصيات شاطين أو شخصيات بشر أو شخصيات مثلا النون اللي هو مم تحتاج بالأساس غوثر هاد بقى مشان هيك نصيحة نصيحة مني لا حدا يسحب على البانر لأنه لا الشخصية نفسها ولا البانر نفسه بيستاهل واحد يروح عليها ثلاث جمات تخيل ثلاث جمات حرام تروح عليك بانر وخاصة ليش لأنه دعم هلا عم يبلشوا يقوو البشر بأول شخصية هاي وممكن مثل ما تلكم الفيستيفل الجاي لأنه هلا سادنا نحنا بـ 18 شهر ممكن بـ 21 الشهر اللي هو بعد أسبوع أو أسبوعين ينزلوا بارد اتنين أو جزء تاني من البانر هاي اللي هو يقووك الجزء التاني من الهالوين لأنه هلا بلشنا نحنا احتفالات الهالوين بقى أول شي جابوا لنا وهي الشخصية اللي ما بتستاهل واحد يدفع عليها جم واحدة بقى إن شاء الله لا تروحوا جماتكم وجمعوا جماتكم لأنه أعتقد مثل ما أنا عمقول 90% ممكن يجيبوا لنا اسكنور دوان قريبا أو يجيبوا لنا اسكنور أو يجيبوا لنا شخصية بشرية قوية وهون ساعة ممكن هاي الشخصية تصير قوية بس كمان مع هيك المشكلة أنك أنت لازم تقتل اللي ضدك لحتى تشتغل معناها إذا أنت قتلت واحد من اللي ضدك فريقه صار أضعف من فريقك عرفتوا كيف؟ لأنه إذا قتلت واحد من الفريق اللي ضدك وخاصا حاليا البشر من قوي غير فريق بان وفريق بان ما بيحتاج قوة أكثر من هيك أنه هو فريق بان جدا قوي عرفتوا كيف والمشكلة أنه يعني أنت هلأ مثلا لحنا عم نحط وراء شو كان اسمه هداكه الاس آر مدري الار نسيان شو اسمه لحنا نحطه وراء عم ناخد البوف فورا تبع البشر أو تبع الحمر بقى ما في داعي حط شخصية لازم يقتل حدا لحتى أخد بوف لأنه أنا أورادي إذا قتلت حدا وخاصا فريق بان أورادي يعني بيكون الباقي تشبياته نقصة تشبياته النص لأنه إنت لما تضرب خاصا ببان إنت عم تضرب الكل يعني إذا إنت قتلت واحد معناها الباقي تشبياته قليلة معناها ممكن إنت بلفلي بعدها تلقتلهم من غير أي بوف بقى مشان هيك نصيحة مني لاحظت يسعب عليه البانر لأنه البانر مبتستاهل ولا جيم وهلأ بنيجي بقى للتحديث التحديث كمان ما في شي واو هلأ بصراحة صايرين نسلوا فترة كبيرة بخلالين عينة كتير بالإفنتات يعني ما في إفنتات ممتعة مثل قبل بتحسوا خلاص وقفوا كل هلأ ثلاث أربعة شهور لحتى يجيبوا لنا إفنت حلو وبعدين باقي الأشهر بتكون شي جدا سيء أو شي معاد أوريدي أنت عايده قبل هالمرة وإنت جايلك قبل هالمرة هلأ شوف مثل ما تلكم هون رح يكون في الشخصية الجيدة الشخصية الجيدة بصراحة اللي تعبانين فيها هي شكلها فقط وكرت كرت جيد الكرت رح ناخده من البنغو من الهلوين بيلموث ووريجينال ديمين إذا بتلعب البيلموث والوريجينال ديمين بيطلعك هذا الكرت بالإكسشين شوب تبعهم على عدد المرات اللي بتلعبها بعدين إذا أنت جمعت الكرت كله أو الست كله بيزيد الدمج تبعك للبشر فقط بالنايت هود بوس فقط من اثنين لعشرة بالمية حسب أي لفل الكرت يعني حتى هون كمان بس بالنايت هود يعني عريت بكل شي مساء ويعريت كل الشخصيات لا فقط للبشر بقى عملكم ممكن هلأ تجي ميتها للبشر مرة تانية ترجع هلأ هون إذا تشتري بس نصيحة من إذا تشتري شي رح يكون فيه رانكينج بالبي في بي بيحط لك هون الرانك تبعك كمان هون بحط لك قديش باقي للشيك إن قديش أنت تخلص رح يكون فيه لبس جديد لهدول الشخصيات اللي هو مليوداس زائد اللي هنه من الثلاث الشياطين يعني هذا مليوداس السولت أعتقد هذا السولت مليوداس والسولت سرسا والسولت زلدريس هلأ كمان فيه شخصيتين رح يرجعوا لهنين غوثر هذا بتسلي الاستقار وهو الويوداسيات رح يرجعوا كمان وأعتقد هلأ كمان رح يعاملوا خصم على اللبس اللي هو لبس هذول الشخصيات رح يكون من 30 ل 20 جيم يعني هلأ فيه تقولِ أنه ممكن كمان تشتري هذول الألبسة للشخصيات اللي بدك إياها بس بصراحة ولا شخصية من هذول حالي اللي احنا عم نلعب فيهم another بقى مو نصيح هد شخص يشتري شي منهم يعني حتى هذول لبي 20 جيم هتشترين لأنه ما عم حلوين هلأ فيه إفنت اللي هو الـ Check-in رح ناخد هون Meet Jam بهذا شي جميل رح يكون فيه إفنت أو مهمات هاي المهمات إذا خلصتها رح ناخد ملتي مجانة عن البانر يعني عمل هاي الملتي وقف من الآخر لا تعملوا أكثر أول واحدة Clear The Halloween World Quest رح يكون فيه مهمات بسبب الهلوين هيك مهمات تروح لعند هادا تعطي هدية تروح لعند هادا مدجو تعمل تروح عند هادا مثل ستوري صغيرة تلعبها لما تخلصها بتخلص هاي المهمة تخلص البنجو عشر مرات يعني تخلص عشر خطوط بتاخد هاي المهمة Use the event exchange shop five times بدك تلعب بدك تروح على الشوب اللي هو اللي موجود وتشتري منه خمس شغلات وتشتري لأ تلعب البي في بي ثلاث مرات وآخر واحدة تعمل enhance يعني تطور القير خمس مرات لحتى تخلص هاي يعني فيك تقول أنه أعتقد أعتقد إذا فيك تخلص البنجو بيوم واحد فيك كلاة تخلصهم بيوم واحد هلعب نجيبها للشغلات اللي إليك المهمات بتلعبها هاي بيعطوك بيقول لك روح لعند هاي لعب معها روح آتل هاي روح كي مع هاي بتخلصها لما تخلصها بتاخد لكما صحيح بتاخدوا نسخة إيلين اللي معاكم ياها الزرقة هون طبعا رح يكون في بوكس ريورد لما تلعب كل يوم بتاخد واحدة أو لما تخلص هذول السنة دي واعفونا بتجيبهم بصراح هذول يمكن كل يوم بيعطوك واحدة أو لما تخلص الورد كويس بيعطيك ياهم ما بعرف البنجو بتاخدها من من البوس او البوس باتل لما تلعب البوس باتل بتطلع الشياطين أو من الشياطين نفسه ونه يتخذ بوس تاخد التانية هذول هنا الجوائز رح تكون بالبنجو جوائز لا بأسابيها بس ما في جمات رح يكون في بوس باتل اللي هو هذول الاثنين آه هذول اللي بيكونوا موجودين إفنت بتلعبها اعتقد ثلاث مرات ولا خمس مرات باليوم ولما تخلصها ايوا بتلعبها خمس مرات باليوم بيعطيك هذول الجوائز زائد الكروت وبيكون في اكسشين شوب فيك تشتري فيه هذول الشغلات بألا بأسابيها وراح يكون في كمان هذول الإفنتات وراح يكون في ديكور جديد الديكور أول واحد فيك تبيع أكتر تاخد كيف تزود الديث ماتش ايه هاي حلوة إذا بدكم بتزودوا وقت الشياطين ثلاثين دقيقة اللي ما عنده تبعا ستاعتين ياخد هاي لأنه مفيدة وشو الباقي ما فيها شي واو بقى هاي هي وطبعا بالديلي كل يوم رح ناخد جوائز أحسن شوي او برول فيكتوري اللي هي لما انت تلعب البرول اللي هو تلاتة ضد ثلاتة اللي عنده درول البي في بي 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 لتلاتة رح تاخد هدو الجوائز بدال هدو الجوائز وآخر شي كمان لما انت تفوس 15 مرة رح تاخد كل أسبوع زي فزاة 15 مرة بالبي في بي بي رح تاخد هاي الجوائز لمدة أسبوعين وكمان الديلي المهمات اليومية رح تزيد وآخر شي البوس إيفنت رح ياند دون جيمين واللبس هذا كمان رح يكون أو الأكل هذا رح يكون بالفايت فستيفال شوب يعني إذا أنت بتروح على الشوب تبع الفستيفال اللي هو البي في بي فيك تشتري هدول الشغلات اه تلا بأس بها بس إيفنت يعني شغلات جدا عادية في جوائز حلوة بس ما نشايف جيمات كثير إلا بالشيك إن يعني بالعادة المفروض على الأقل بعض الإيفنتات يعطوني جيمات بس هالمرة فقط بالشيك إن بس مية جيم حلو يعني هدول بنجمعوها على الأقل بنجمعها مشان نقدر ناخد أو بنقدر نسحب على البانرات القادمة البانرات اللي بتسهل الواحد يسحب عليها لأنه بصراحة البانر هاي يعني ما بعرف شلون هنه غبياء لدرجات أنه على أقل على أقل يعني حط فيها شخصيات قوية لتخلي الواحد يسحب يعني يعني بصراحة بصراحة اللي بيسحب على هاي البانر ما بعرف لأنه نظامي ولا شخصية من هدول يستهل يسحب عليهم يعني إذا أنت عم تسحب على هاي البانر معناها أنت عم تسحب لتروح جماتك بس هذا الهدف من نسحب على هاي البانر أنا عم تسحب على هاي البانر لشان روح جماتي مشان ما قدر يسحب على البانرات القادمة هذا هدفك الوحيد لأنه ولا شخصية فيك تحطها بأي يتيم بس هون بكونوا سهلا وفهمتكم سمتعتوا فيه سمتعتوا فيه اشتركوا في القناة كل جديد مني وشوفوا في آخر ويدوها التعني مع السلامة